اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السلساء 13 نوفمبر 2018 تنفيذ حكم القتل حدا بحق مواطن سعودي لأسباب عديدة من بينها خروجه على ولي الأمر ومباعته لتنظيم داعش الإرهابي حسب وكالة الأنباء السعودية وده البوست على تويتر بتاع وكالة الأنباء السعودية واس تنفيذ حكم القتل حدا بحق سعد بن رادي العنزي سعودي الجنسية بحائل خروجه على ولي الأمر وتكفيره له ولرجال الأمن وامه بقى يعطيه لتنظيم داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب عرض من الجرائم الإرهابية منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله وكذلك قتله لمواطن ورجل أمن هاشتاج واس 13 نوفمبر 2018 ساعة 11 للربع الصبح وفقا لما جاء على وكالة الأنباء السعودية فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن العنزي اشترك في قتل رجل أمن آخر ومقاومته لرجال الأمن لافتة إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأصفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب تلك الضرائم وبحالته على المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صدق يقضي بسجود ما نسب إليه ولأن ما قام به المدعي عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى تأييد الحكم من محكمة الاستهناف المتخصصة ومن المحكمة العليا مضيفة أنه صدر عمر ملكي بإنفاز ما تقرر شرعا وويده بحق الجاني المذكور وشدرت وزارة الداخلية السعودية على أنها تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين واسفك دمائهم محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره حسب وكالة الأنباء السعودية من ناحية أخرى فشلت تركيا حتى الآن في إيجاد دليل يناقض الرواية السعودية الرسمية التي أكدت عدم معرفة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسبقة بمقتل الصحفي جمال خشج ده جمال خشج ويقول محللون أن أردغان وهو يرفع من وطيرة الحملة الدولية على السعودية أراد بشدة توريط الأمير محمد بن سلمان على أمل تقوير صورته باعتباره عقبة أمام أحلام الهيمنة التركية على العالم الإسلامي غير أن هذه المساعي بقت بالفشل حتى الآن فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن التسجيلات الصوتية الموجودة لدى السلطات التركية لم تتضمن أي ذكر للأمير محمد بن سلمان وزعمت الصحيفة المناهضة للسعودية في هذه القضية أن المتهم الأول أجرى اتصالاً بأحد المسؤولين السعوديين بعد مقتل خاشجي وقال له أخبر رئيسك أن المهمة انتهت وادعت الصحيفة عن المقصود بكلمة رئيسك الواردة بالحوار هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير أن هذا التفسير يبدو مستبعداً ويناقضه قول النائب الديمقراطي الأمريكي آدم شيف الذي من المنتظر أن يترأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب خلال الفترة الجديدة من الكونجرس أنه حتى الآن من الصعب على مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الوصول لدليل انقاطع يستهدف ولي العهد السعودي مباشرة كما قال جون بولتون مستشار الامن القومي لأمريكي أن الاشخاص الذين سمعوا تسجيلات مقتل الصحة في السعودي دمال خاشقجي لا يعتقدون أنه يورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأوضح بولتون في حديث بسن غافورة حيث يحضر كمة أكليمية أنه لم يسمع التسجيل بنفسه ولكنه عندما سأل عما إذا كان التسجيل الصوتي يربط ولي العهد محمد بن سلمان بالقتل قال بولتون ليس هذا هو الاستنتاج الذي أعتقد أن الناس الذين سامعوه وصلوا إليه وهذا بالتأكيد ليس موقف الحكومة السعودية. وده جون بولتون. شفت صحيفة صباح التركية اليوم السلساء 13 نوفمبر 2018 عن صور قالت أنها للأدوات التي استعدمتها فرقة الاغتيال السعودية لقتل الصحف يامال خاشبجي داخل كونسولية بلادي في اسطنبول هالشهر الماضي. وقالت صباح أن أجهزة الفحص بالأشعة السينية في المطار أظهرت أن الحقائب التي كانت بحوزة الفريق السعودي تحتوي على مقص كبير ومشرط وجهاز صعق قهربائي. وذلك بعد مغادرة المنفذين تركيا. وعشارت الصحيفة إليه عن السلطات التركية لم تتمكن من تفتيش الحقائب بسبب الحصانة الدبلوماسية. وهنا البوست تحهم ونشرين صور المعدات اللي هي الصور والتاريخ تلتاشر نوفمبر الفين وتمنتاشر. اللي هي الأدوات اللي هي داخل الحقائب عظهرتها الأشعة. واحتوت الحقائب ايضا عشر هواتف وخمس أجهزة راديو للاتصال الداخلي وجهاز تشويش وحقنتين كبيرات الحجم وجهازي صعق قهربائي وتلاتة من الدباسات كبيرة الحجم ومشرط واحد. واكدت صباحا ان الشرطة التركية لم ترصد ايا من اشلاء جثة خاشقجي في صور الاشعة السينية. وكانت صباح كشفت قبل ايام عن اخر الكلمات التي قولها خاشقجي لفريق الارتيال الذي نفز عمليات القتل. ده جمال خاشقجي الله يرحمه. واكد رئيس قسم التحقيقات في الصحيفة التركية نظيف كرمان ان خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس وضع على رأسه وفق التسجيلات الصوتية المتوفرة لدى السلطات التركية. وكانت اخر كلمات خاشقجي انا اخطنق بعيد هذا الكيس من رأسي. انا اعاني من فوبيا الاخطناق. قبل ان يلفز انفاسه الاخيرة مضيفا ان عملية القتل تلك بواسطة الخنق استمرت لمدة سبعة دقائق. واضف ان فريق الاغتيال السعودي عامل على تغطية ارضية الغرفة بالاكياس. لمنع تصرب الدماء اثناء تقطيع جسة خاشقجي. واشار الى ان عملية التقطيع استغرقت خمستاشر دقيقة. وتمت على يد كبير بالطب الشرعي السعودي. ثم وضعت الاشلاء في خمس حقائب كبيرة. ونقلت في سيارة تدعى للكنصلية السعودية. ولفت الى ان فريق الاغتيال حمل معه بعض الالات والادوات الى تركيا. من ناحية اخرى قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان التسجيل الصوتي لقتل الصحفي السعودي كمال خاشقجي كان كارثة حقيقية. صدمت ضابط المخابرات السعودية الذي سامعه حسب ما افارت صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية السلساء تلاتاشر نوفمبر الفين وتمنتاشر. ده الرئيس التركي رهيب طيب اردوغان. وصرح اردوغان للصحفين انه عند سماعه التسجيل. قال ضابط المخابرات السعودي اعتقد انهم كانوا تحت تأثير الهيروين. فقط شخص يطبط الهيروين سيفعل مثل هذا الشيء. وتتوالى التصريحات الخاصة بتسجيل خاشقجي از اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الاسنيني ان المخابرات الكندية استمعت الى التسجيل الخاص بمقتل الصحفي السعودي مشيرا الى انه لم يقم بذلك الامر بنفسه. وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس حول سماع المخابرات الكندية التسجيل اكد ترودو ذلك مرتين وقال انه لم يسمع بنفسه التسجيلات. كان اردوغان قال في وقت سابق ان بلاده قدمت تسجيلات تتعلق بقضية مقتل خاشقجي. لكل من السعودية وامريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا. وفي الوقت الذي لم يقدم فيه اردوغان تفاصيل حول طبيعة هذه التسجيلات او ما تحتويه. قال في تصريحات له قبيل مغادرته الى فرنسا. لحضور ذكرى مقاوية انتهاء الحرب العالمية الجولة. القاتلة هم بالتأكيد بين الاشخاص الخمستاشر او التمنتاشر. وليس هناك انداع للبحث عنهم في اي مكان اخر. وتابع وفقا لما نقلته وكالة انباء العناضول التركية الرسمية. الاشخاص الخمستاشر يعرفون بالتأكيد من هو القاتل او القتلة. والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن ذلك. تعين المملكة لتقديم اجابات لما حصلها لجسة خاشقجي. يشاري لان وزير الخارجية التركية مولود جاويس هغلو قال في تصريحات سابقه ان بلادي تمتلك ادلة تتعلق بمقتل خاشقجي. مضيفا ان بعض الادلة لم يتم الكشف عنها وانها تركيا اطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الادلة. مؤكدا انه سيتم اطلعيها على رأي العام بعد نهاية التحقيقات. لكن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لادوريان في مقابلة مع قناة فرانس تو قال انه على حد علمي فان بلاده لم تحصل على نسخة من التسجيلات. وعندما سئل عما ازا كان ذلك يعني ان اردوغان كان يجذب قال لودوريان الامر يعني انه يلعب لعرة سياسية في هذه الظروف. وعرب التركيا عن غضبها ازاء تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ووصبت تصريحات لودوريان بانها غير مقبولة. وقال فخر الدين الالتون المدير الاعلامي للرئاسة التركية من غير المقبول ان يتهم الرئيس التركي بانه يلعب لعب سياسية. واضافة دعونا لا ننسى ان هذه القضية كان سيتم التسطر عليها دون الجهود التركية الحسيسة.